السلام عليكم ورحمة الله درسي اليوم رياضيات للصف السادس الابتدائي عندي صفحة 81 فقرة اتأكد رح نحلها فقط 81 وان شاء الله على الفيديو اللاخ نحل صفحة 82 الفيديو اللي قبله شرحنا ضرب كسرين عشرين صفحة 80 وان شاء الله ناخذ حل التمارين فقرة اتأكد اولا استعمل نماذج لإيجاد ناتج الضرب في كل مما يأتي طبعا هاي النماذج اللي قلت لكم شرحتها بالدرس السابق قلت لكم ما تجي فراح ناخذ كنبذة مختصرة عليها هي هذه النماذج يعني هاي لوحة المئة هاي لوحة المئة لوحة المئة يتكون من يعني هو شي يقول لي يقول لي جد ناتج ما يأتي ش مطيني مطيني العدد باعوا هذا مطيني اولا صفر عدد صحيح وخمسة جزء من عشرة في صفر عدد صحيح وثلاثة جزء من عشرة هذا لوحة المئة الشي يسوون يعني لوحة المئة متمثلة من خمسة أجزاء لأنه هو قايل لي صفر بوينت خمسة من خمسة أجزاء من أصل عشرة ش تلونون تلونون الجزء الخمسة ها عيني وبصورة أفقية مو عمودية بصورة أفقية تلونوها بعدين ش تحسبون هو قايل صفر عدد صحيح وثلاثة جزء من عشرة تحسبون ثلاثة أجزاء نحسب ثلاثة أجزاء ونلونها ونحسب عدد الأجزاء المشتركة يطلع عنا خمسة في ثلاثة وخمسة عش ها عيني زين خلينا نكتب العدد يعني نضربها يلا أولا تمام مطيني أولا صفر عدد صحيح وخمسة جزء من عشرة في صفر عدد صحيح وثلاثة جزء من عشرة قلت لكم تسوون لوحة المائة وتحسبون خمسة أجزاء من أصل عشرة وتلونونها بصورة أفقية بعدين تحسبون ثلاثة أجزاء وتلونونها راح تحسبون شل الأجزاء المشتركة خمسة في ثلاثة وخمسة عش زين تكم مرتبة هنا تحركت وحدة ثنين إذن أخلي هنا الفارسة الفاصلة هذي أولا اثنين مطيني صفر عدد صحيح وثمانية جزء من عشرة في صفر عدد صحيح وأربعة جزء من عشرة ماذا راح تسوون بلوحة المائة راح تكتبون ثمان أجزاء من أصل عشرة وتلونونها راح تلونونها يعني أربعة بشكل عمودي تحسبون الأجزاء المشتركة كل ثمانية في أربعة ثين وثلاثين تكم مرتبة واحد اثنين إذن هنا واحد اثنين هذي ثانيا زين الثلاثة هي بس ثلاثة مطيكم نماذج باستعمال النماذج مطيني صفر عدد صحيح وسبعة جزء من عشرة في صفر عدد صحيح وستة جزء من عشرة هم راح تسوون تحسبون سبعة أجزاء بستة أجزاء وتحسبون ستة أجزاء وتلونونها بشكل أفقي راح تقدر تطلع الأجزاء المشتركة سبعة في ستة راح تطلع اثنين واربعين وتحسبون كم مرتبة واحد اثنين إذن واحد اثنين وخلي الفاصل هنا خلصنا من شنو من هذا من استعمال النماذج يلا خليها ما نحبها وما تجي أصلا ما تجي هاي استعمال النماذج مطيني أربعة قايل أجد ناتج الضرب في كل مما يأتي يعني ما محدد لا نماذج ولا كل شي بس ناتج الضرب الضربون شيرون مجرد شيرون الفوارس بالضرب وبعدين ترجعوها صفر عدد صحيح وثمانية جزء من عشرة في صفر عدد صحيح واثنين جزء من عشرة راح أضرب ثمانية في ثنين ستة عشر أحسبش كم فاصلة واحد اثنين إذن هنا أخلي الفاصلة والصفر خامسة مطيني صفر عدد صحيح وخامسة جزء من عشرة في صفر عدد صحيح واثنين وثلاثين جزء من مية هنا راح أضرب افقي ليش عمودي لان ما يحتاج افقي مثل هذا عمودي لان عددين 32 في 5 5 فيه 12 10 5 فيه 13 15 و 1 16 اجي قطلع عنه 160 زين نحسبش كم فاصلة هنا واحد شوفوا تحسبونه هنا وهنا ورا الفاصلة 1 2 3 اذا 1 2 3 وين خلي الفاصلة هنا باعوا شوفوا هاي خامسا سادسا مطيني صفر عدد صحيح 75 جزء من 100 في صفر عدد صحيح 41 جزء من 100 خلق غير القلم اما ماتي هسا الضربون ضرب عادي الضربون 75 في 41 5 فيه 1 5 1 فيه 7 7 صفر المراتب 4 فيه 25 4 فيه 7 28 29 30 تبدون تجمعون 5 7 هنا 30 اذا اجي قطلع عنه العدد 30 3075 احسبش كم فاصلة هنا كم مرتبة 1 2 3 4 1 2 3 4 اخلي هنا الفاصلة عايوني هذا طلع عنه الناتج هذا سادسا زين نشوف سابعا سابعا امطيني 7 عدد صحيح 81 جزء من 100 فيه 3 عدد صحيح و21 جزء من 100 هنا 3 مراتب راح اضرب تمام راح اضرب 781 فيه 321 1 فيه 1 1 1 فيه 8 8 1 فيه 7 7 صفر المراتب 2 فيه 1 2 2 فيه 8 16 2 فيه 7 14 21 و15 اصفر المراتب 3 فيه 1 3 3 فيه 8 24 3 فيه 7 21 22 23 1 10 نبدأ نجمع 8 6 14 15 16 17 وهذه 10 وهذه 2 وثنين وثلاثة خمسة وهذه 2 اش طلع عنه طلع عنه العدد 250 701 نحسبش كم فاصلة تحركت 1 2 3 4 اذا 1 2 3 4 خلونا نسويها يعني قلناش قلن 1 2 3 4 اذا نخليها بين الصفر وبين الخمسة وعشرين هذي سابعا نشوف ثامنا لا إله إلا الله ثامنا مطيني صفر عدد صحيح و 314 في صفر عدد صحيح و 221 نبدأ نضرب 314 في 221 1 فيه 4 4 1 فيه 1 1 1 فيه 3 3 أصفر المراتب 2 فيه 4 8 2 فيه 1 2 2 فيه 3 6 أصفر المراتب 2 فيه 4 8 2 فيه 1 2 2 فيه 3 6 نبدأ نجمع 4 9 3 2 5 8 13 7 6 6 7 8 9 وهنا 6 دروس فيه 7 4 9 10 6 9 9 6 6 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 7 4 9 عيني هذا ثامنا نشوف تاسعا خمسة عدد صحيح وثلاثة جزء من عشرة في اثنين عدد صحيح وثنين جزء من عشرة خلينا نضرب 53 في 22 ثلاثة في اثنين ستة اثنين في خمسة عشرة صفر المراتب ثلاثة في ثلاثة ستة ثلاثة في خمسة عشرة نبدو نجمع ستة ستة واحد واحد طلع عنا 1166 أحسبش كم فاصلة 1-2 إذن 1-2 وين أخلي الفاصلة هنا طلع عنا 11 عدد صحيح و66 جزء من 100 هنا ونختب المحاضرة وإن شاء الله على الفيديو نحل صفحة 82 وبالتوفيق يا ربي